بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة سنشرح النوع الرابع من أنواع الكتابة وهو التقرير وتذكروا معي أننا قد شرحنا ثلاثة أنواع سابقا شرحنا كتابة الرسالة وكتابة البحث وكتابة المقالة وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث عن كتابة التقرير في عدد من العناصر الأمر الأول تعريفه ما التقرير؟ الحقيقة أن التقرير هو وصف دقيق لعمل من الأعمال عمل من الأعمال وأنت تصفه وصفا دقيقا طيب ما أهمية وصف العمل؟ ما أهمية وصف العمل؟ الحقيقة يا شباب أن التقرير لا يمكن أن تستغني عنها أي مؤسسة ولا أي فرد يقوم بمشاريع سواء كانت هذه المشاريع خاصة أو عامة لابد من كتابة التقارير لماذا؟ لأن كتابة التقرير عن العمل يعني تقويم ما تم إنجازه ورصد الأخطاء التي تم ارتكابها أثناء القيام بالعمل ومحاولة تلافيها ومعالجتها وهذا كله يفضي إلى التطوير وتجويد العمل أضرب لكم مثالا أنا الآن وأنا أشرح أنا أشرح مقرر هذا الشرح هو عبارة عن عمل الذي يريد أن يطور نفسه في الشرح لا بد أن يكتب تقارير لنفسه عن أدائه في هذا الفصل حتى يستند إلى نتائج هذا التقرير في تطوير أدائه في الفصل القادم وتراكم التقريرات تقرير هذا الفصل وتقرير الفصل القادم للإفادة منهما في العمل في الفصل الذي يليه لذلك حين أكتب تقرير عن أدائي لهذا المنهج وعن مدى إفادة الطلاب وأراجع نفسي وأحكم على عملي عن طريق كتابة التقرير فإنني سأتلافى كثير من الأخطاء التي قمت بها أو وقعت فيها هذا الفصل سأتلافاها في الفصل القادم إن شاء الله تعالى لذلك التقرير هو رصد أمين لواقع العمل الذي تم إنجازه أما العمل دون تقرير فقد يؤدي إلى مضاعفة الأخطاء وتفاقمها ثم قس على ذلك إذا كان هذا مهم جدا في عمل وهو شرح مقرر من المقررات في جامعة من الجامعات فقس على ذلك الأعمال الكبرى مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية موسم الحج موسم الحج هو من أضخم وأكبر الأعمال التي تقوم بها هذه الدولة وفقها الله يعني يجتمع ثلاثة مليون أربعة مليون لأداء فريضة الحج لو لم يكن هناك تقارير سنوية عن أداء الجهات المعنية في هذا الموسم لم استطعنا تلافي المشكلات بل إن كثير من المشاريع التطويرية التي تمت في المشاعر المقدسة إنما جاءت نتيجة لإعداد التقارير الأمينة لذلك لاحظنا تطور كبير جدا في عملية رمي الجمار وتطوير جسر الجمارات والتطوير المستمر لهذه العملية لذلك لاحظوا أن جميع الأعمال كعمل صغير مثل شرح مقرر في مدرسة أو في جامعة وعمل بضخامة موسم الحج كلاهما يحتاج إلى تقرير وجميع الأعمال ما بين الصغير وبين الكبير يحتاج إلى كتابة تقارير من أجل التجويد والتطوير تجويد العملي وتطويره صورة التقرير في العادة التقرير يكون يسار فيه على نماذج معدة مسبقا نماذج معدة مسبقا لذلك عندنا الآن هيئة التطوير والاعتماد الأكاديمي وعمادة التطوير والجودة في كل الجامعات ومنها جامعة الملك خالد تعد نماذج لذلك يرسل لنا نموذج تقرير المقرر تقرير المقرر وهو نموذج معد مسبقا فيأتي مثلا خانة لمعلومات المقرر خانة للوسائل التعليمية خانة للأهداف خانة للنتائج خانة للملاحظات وآليات التحسين والتطوير إلى آخره طيب هل التقارير أقسام؟ نعم عندنا تقارير تكتب عن عمل انتهى مثلا تم إنجاز مشروع من المشاريع مشروع من المشاريع وانتهى العمل فيه وقامت الأجنة بتقويم عمل الجهة المنفذة لهذا المشروع فهذا تقرير عن عمل انتهى أحيانا يكون التقرير عن عمل قائم كأن يكون عمر المشروع طويل عمر المشروع خمس ست عشر سنوات فتقدم تقارير سنوية أو تقارير شهرية عما تم إنجازه إذا كان العمل طويل وله مراحل فإننا نفيد من عمل التقريرات المتلاحقة أثناء قيام العمل لكن إذا كان المشروع صغير وتم عمله وانتهى فيكتب تقرير حتى نطلع على إنجاز هذا المشروع هل تم بالطريقة التي وضع المخطط مخطط هذا العمل من أجلها أم أن هناك قصور في الآداء وكيف يمكن تلافي هذا القصور أحيانا يكون التقرير مفتوحا ويهدف إلى التوصل إلى نتائج معينة كأن نضع تقريرها عن حضور الطلاب في الجامعة على مدى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات حتى نرصد ظاهرة الغياب تغيب الطلاب عن الحضور في المحاضرات الجامعية فيكون هذا التقرير مفتوحا على مدى ثلاث أو أربع سنوات من أجل الوصول إلى نتائج معينة فنرصد هذه الظاهرة خلال خمس سنوات أو خلال عشر سنوات رصدا أمينا ودقيقا من أجل الوصول إلى نتائج معينة الحقيقة أسلوب التقرير لا يمكن أن نتحدث هنا إلا عن أسلوب علمي مباشر وفي غاية الوضوح بعيد عن التعقيد بعيد عن الصور بعيد عن الأخيلة بعيد عن الأساليب الأدبية بعيد عن التعمية والتورية والكناية والاستعارة لا بد أن يكون له سلوب واضح كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى لذلك لأجل هذا اشترطنا في التقرير الجيد تحري الدقة والموضوعية والنزاهة لأنك حين تكتب تقريرا عن إنجاز عمل ما فإنك تتحدث عن غيرك وأنت الآن تحكم أنت الآن بمنزلة القاضي لذلك لا بد أن تكون في غاية الدقة وفي غاية الموضوعية وفي غاية النزاهة المراد بالدقة هو أن تقف على كل شيء بنفسك من أجل الحكم عليه والمراد بالموضوعية والنزاهة هو الشفافية وتقديم الحقائق بكل أمانة وعدل والبعد عن الظلم أو المداهنة لأن هذا التقرير قد ينبني عليه حكم فأنت قد تجامل لنفرض شركة من الشركات نفذت إحدى كليات الجامعة ورسلت لجنة من قبل إدارة الجامعة لتقويم العمل فلا بد أن تكون دقيقا وموضوعيا ونزيها لأنك إذا حبيت الجامعة فقد ظلمت المنفذ وإذا حبيت الشركة المنفذة فقد ظلمت الجامعة لذلك لا بد أن تقدم الحقائق بكل وضوح كما هي ومن الموضوعية والنزاهة التأكد من صحة المعلومات لا يمكن أن تعطى المعلومات فتكتبها في تقريرك وتصدقها دون أن تتحرى منها بنفسك لأنك أنت مسؤول عن المعلومة التي ستقدمها وترفعها للمسؤول سواء كان هذا المسؤول مدير الجامعة أو وزير التعليم العالي أو أمير المنطقة لذلك كل ما كان التقرير يتعلق بمشروع أكبر وأوسع كانت خطورة كتابة التقرير أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المسؤولين في غاية الخطورة فلابد أن تكون منصفا في كتابة التقرير بكل موضوعية ولابد أن تكون صادقا في نقلها لا تبالغ في تحسين الأمور ولا تتعمد تقبيحها والتقليل من جهود الآخر لو تحدثنا عن خطوات كتابة التقرير سنجد أن التقرير لا يعني أن تأتي بالنموذج وتبدأ في تعبئته من أول يوم لا بد أن تقوم بجمع المعلومات والحقائق جمع المعلومات والحقائق فإذا كنت أريد أن أكتب تقرير عن المقرر الذي قمت بتقديمه للطلاب فلا بد أن أقدم المعلومات والحقائق بكل وضوح فإذا كان في المقرر خمسة عشر درسا وقد شرحت ثلاثة عشر درسا لا غير يجب أن أقدم هذه الحقيقة بكل وضوح ثم أسأل نفسي بعد ذلك لماذا لم أتمكن من شرح المنهج كاملا لماذا لم أتمكن من شرح المنهج كاملا قد يكون السبب هو أن الأستاذ نفسه قد تغيب لمدة محاضرتين إذن هو مسؤول أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى عن تقديم المعلومة جمع المعلومات والحقائق بكل وضوح وموضوعية ثم قس على ذلك تنفيذ المشاريع الكبرى لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات والحقائق ابتداء بالعقود عقود التنفيذ والمواصفات المشروطة في تنفيذ هذا المشروع والزمن الذي استغرق في تنفيذ هذا المشروع والمقاييس التي اشترطت على المنفذ إلى آخره يعني عندك معلومات وحقائق لا بد أن تجمعها مثلا لو أن جهة ما ستكتب تقريرا عن موسم الحج هذا العام فلا بد أن تبدأ بجمع المعلومات والحقائق كم عدد الحجاج؟ كم عدد حجاج الداخل؟ كم عدد حجاج الخارج؟ كم عدد الحجاج المصرح لهم؟ كم عدد الحجاج الذين حجوا دون تصريح؟ كم عدد رجال الأمن والجهات المساندة التي عملت في الحج؟ لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات حتى تتمكن من تقديم تقرير في غاية النزاهة والوضوح ويمكن أن ينبني عليه أحكام وقرارات بعد ذلك ثم هذه المعلومات والحقائق لا بد أن تصنف حسب نوع كل حقيقة ومعلومة ثم بعد ذلك تستنتج النتائج من هذه المعلومات والحقائق ثم بعد ذلك تبدأ في وضع الإطار العام للتقرير لا بد أن يبدأ التقرير بمقدمة وهذه المقدمة تتحدث عن العمل الذي سيتم كتابة التقرير عنه ثم إدراج البيانات كان يقال إذا كنت سأكتب تقرير عن مقرر اسم المقرر ورقمه ورمزه وعدد الشعب التي قدم هذا المقرر فيها وعدد طلاب كل شعبة وهكذا بيانات ثم أعرض أقدم عرضا بما تم إنجازه ثم أصل إلى التوصيات والنتائج ثم إذا كان لدي ملاحق ما المراد بالملاحق؟ يعني نماذج واقعية تدعم هذا التقرير وتجعل صورته واضحة مثلا الملاحق إذا كنت أكتب تقرير عن المقرر الذي أقدمه لطلابي يمكن أن أرفق في الملاحق نماذج من اختبارات أعمال الفصل ونماذج من الاختبارات النهائية ونماذج من الأعمال التي قدمها الطلاب نماذج من الإحصاءات الحاصلين على تقدير ألف وتقدير ألف زائد تقدير باء تقدير جيم تقدير دال عدد الراسبين هذه ملاحق يمكن أن ألحقها صور من النتائج تلحق إذا كنت أقدم تقرير مثلا عن المشروع فإنه يمكن التصوير الفوتوغرافي وترفق هذه الصور في الملاحق بالتقرير من أجل تقديم دليل مادي على المعلومات التي وردت في هذا التقرير ونظرا لخطورة التقرير فإنه قبل تقديمه للجهة المسؤولة يجب مراجعة وتدقيقة وأن يعلم كاتب التقرير أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام نفسه وأمام المسؤولين فيما يكتب لأن هذا التقرير ستنبني عليه قرارات قرارات وهذه القرارات سيترتب عليها نتائج إما أن تكون نتائج نافعة فيكون لكاتب التقرير أجرها وإما أن تكون نتائج غير نافعة ونتائج سلبية فسيتحمل وزرها كاتب التقرير لذلك لا بد أن يكون كاتب التقرير في غاية النزاهة والموضوعية والشفافية أرجو أن أكون قد وفقت إلى أعطاء صورة واضحة عن كتابة التقرير وسنلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله للحديث عن النوع الأخير من أنواع الكتابة وهو كتابة التلخيص نلتقي على خير بإذن الله